ليني أسأل حضرتك في البداية بشكل عام إي قرأتك للخبر أن مصر والسودان تؤكدان تمسكهما بما صار واشنطن قرأت للخبر أن هناك تحول أساسي في الموقف السوداني مقارنة بموقف السودان المتحفظ على قرار جامعة الدول العربية اللي كان في صالح الموقف المصري ضد أسيوبيا فهذا مقارنة بالموقف اللي حصل في جامعة الدول العربية فيعد تحول نحن أمام موقف المصالح متضارب أسيوبيا ترى سد النهضة مسألة وجود وحلم وطني السودان يرى في سد النهضة فيه ثلاث مصالح كهرباء رخيصة ضبط مياه في النير الأزرق توصف الرقعة الزراعية مصر ترى أن السد هو تهديد وجودي لتدفق المياه في اتجاه الشمال وحلمان مصر من المورد الرئيسي فانت في سجال كبير والتغير المواقف في هذه المرحلة سيكون وارد أيضا لا يمكن أن ننسى أن في يوم 2 إبريل تم عمليا مد الخط الكهربائي والربط الكهربائي بين القاهرة وما بين الخرطوم فهذه أول مصلحة الحقاقة للسودان في الحصول على كهرباء رخيصة مؤكدة مقابل عدم انتظار كهرباء التي ستنتج من سد النهضة فالذي حصل الآن هو كسب بالنقاط في المصاري المصري في إطار الحركة دبلوماسي